اقبل قمرك بعد غياب للجنة فتحت أبواب باجة قلب سفاروحي رحمة ربي بدون حساب اقبل قمرك بعد غياب للجنة فتحت أبواب باجة قلب سفاروحي رحمة ربي بدون حساب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحرم الألواء ويطب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في فيديو جديد في قناة أم جانا ولو أي مرحبا بكم وصحة في طوركم ويسرعكم ويسرعكم ومش مدير معكم رمضان كما تشوفونا نبدأ بالسلطة والتحليات والفتون يسيبون هنا كانت السلطة حضرتها بالأرز وبتراف وسنارية وهذه كلفا غير لحظاها دوك تفهموا ويش راح ندير تبعوا معي الفيديو خطوة بخطوة هنا عندي كمية من أسدرجاج مرحي ضفت له الدبشة ملح في الفل اسود كمية ملا شابلاء ورح ندير لباكات لتعجاج محشين بالبطاطا بيغي وهذه سوس بلونش كنت حضرتها باش ندير لها الزيتون ونثقي بها هذوك اللباكات هذا الزيتون يدرت له ملعقة من الفارينة باش ننتخلص من كامل الملوحة اللي فيه هنا اللباكات تاعي ندهن فيهم بالزيت باش نتفادى الدجاج تاعي ما يلسق شو يحكموا لا فوق ويجوا شكلهم باحي احنا نبدأ نشكل فتجاج تاعي مستعين بالماء باش ما يلسقليش فيه ويتعبني كل مرة نبدأ باليدي بالماء وننشكل قوارب على هذا الشكل كل واحدة تحب تنجمي تديريه كما تحبي الشكل اللي عند كان اشكلت بهذا المول اللي عندي تاع القوارب تنجمو تديرو حتى الحمار مع صدر الجاج يجيبني بزاف كما قلت لكم دايما نستعين بالماء ونشكل يباكت تاعي بهذا الطريقة نحاول دايما نجيب لكم اطباق سهلة وسريعة وما تديش الوقت وغير مكلفة في نفس الوقت يعني هذا غير مصد جاج مرحيس درجاج مرحيس ضفت له كمية من لاشابلغ ملح فلفل اسود وكمية من الثوم لاشابلغ وشكلتوا بهذا الطريقة دالي كمية لبس ديها ولي عندها افراد عيلتها يعني بزاف تنجمو تضعف الكمية تدير صدر جاج مرحي كما تشوفوا اعطاني ست قوارب احنا نرجع عندي فارينة عندي ملعقة سكر ملح وخميرة وكسرت معها البيضة كما تشوفوا بهذا الطريقة راح ندير الميني بيتزا الماضي لابده 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 بيتزا درجات ماننو لابده لابده اخبرت اخبرت خاطر سوف نعطينا الخاطر هنا البطاطا بيغي نعمر بها لباركة كنت اغليت البطاطا كمية قطعة جبن وكمية ملك كريمة فانديليس مفضلها دائما في الوصفات التي نعتمدها دائما والحمد لله ولا مرة خيبتني اضفت هنا كمية الدبشاء والملح والفلف الاسود ونعمر البطاطا التاعي في هذا البطاطا تنجمو تديرو في ساشي التحريب يعني تكون مليحة نظيفة يعني غسلتوها وشيحتوها وتعمرو تخدمو بها نغمان هنا لباكة تاعي كانو طابو يعني حمرتهم راح نعمر بهذا الطريقة ونعاود الردها للفور تاخذ لون غير شوية البطاطا التاعي من الفوق بهذا الشكل يعني تعطي لها شكل ما شاء الله تنجموت في المارك أنا نصبت مرقة بيضة نغمال ما فيها حتى حاجة غير ملح فلفل اسود بصلة وثوم وقليت مليح شوية مرس الحانوت ومرقت تقريب كاس و نصماء ما نحبش بزاف في المارك تنجموت ونضيف معها جلبانة وزيتون وشامبينيون اذا حبيت وانا نضيف لها غير زيتون نكتفي بالزيتون هنا نرجع لعجينة تاعي تاعي ميني بيتزا راح نحل العجينة تاعي بها الطريقة نقصها دوائر ونخليها تختامر للمرة الثانية ونبعد نديرها في الفرن كما تشوفو هنا البطاطا تاعي كانت اخذت لون ذهبي كما تحمرت برك وشبتتها نرجع للتحليا دواختكم منا منا ما عليش انا نشارك معاكم يومي بكل تفاصيل وش نحضر كامل وش راني نحضر الفطور والتحليا نشارككم نحنا كانت عندي نصف لتر حليب زيت لها ثلاثة و اربح ملاعق حسب الضوء اللي تحبون انتو محلوه بزاف ولا شوية اضفت له كيس من بودينغ بذوق البيستاش تجدوه في محلات الحلويات متوفر بجميع الاضواق كارامل فاني فراز انا اخترت البستاش نديره كاول طبقة نجدها تبرد تقريبا لمدة 10 دقائق الى 15 دقيقة تبرد اول طبقة مليح بش ندير الطبقة الثانية متخلط ليش مع الطبقة الاولى احنا نرجع لسوستومات كنت وجدتها سوستومات عادية على البيتزا نعمر اليميني بيزا التاعي نديرهم كمية من الجبن والزيتون اسود بالطبع احنا وش تحبو ديرو في الميني بيزا تاعكم انا وليدي ميحبو فيها والو يحبوها طماطم و فرماج ينجمو اضيفو اللحم المفرن أو الطن تيما تحبو انا كيما اقول لكم طماطم فرماج رابي و كميه من حبه الزيتون ونحطها في الفرن ان يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة ميوستين يعني ولا كل واحدة و تعرف الفرن مهم يكون سخون باش البيتزا تتكمل يعني تطلع في الفرن احنا بعد ما جمت الطبقة الاولى نرجى للطبقة الثانية عندي تقريبا كأس من الكريمة فونديليس نستعملها دائما كيس من فلون شوكولات و عندي قطع من الشوكولات تلوجدان هنا كنت خدمت الكريمة بتاعي فوق النار مليح مع الفلون حتى بدأت بالغلايان و طفيت عليها ضفت لها قطع من الشوكولاتة يعني اختيارية اي شوكولات فضلوا تديروها و نضيفها كطبقة ثانية و كما تشوفوا الطبقة ما يتخلطوش باسكو خليت الطبقة الاولى جمدة مليح يعني حكمت روحها مليح بلا ما ندخلها لسلجة غير خليتها لبرة لكن نعطيتها وقتها انها تبرد نضيف الطبقة الثانية كما راكم تشوفوا بهذا الطريقة تبقى لي الطبقة الاخيرة لكن نفس الشي نخليوا الطبقة الثانية ايضا تحكم روحها نعطيوها وقتها باش يشيون الطبقات كل تبقى وحدها و تعطي منظر جميل في التقديم نرجحنا للطبقة الاخيرة بعد ما برت الطبقة الثانية عندي كمية من الفراز كنت قصيتو قطع صغيرة نوزعو في ليفغين تاعي كما كنت شوفوا نضيف الطبقة الاخيرة كيس فلون بذوق الفراولة و درت له لاغوم بتاع الفراز باش تضططوا اللون هذا جميل و الضوق اكثر و نعمر الطبقة الاخيرة فوق الفراز راح يجي جولي يجي بنين بزاف و هايل و كيما تشوفوا الصورة تعبر عن نفسها شو الطبقة ما شاء الله وهذه الطاولة المتواضعة على شرف صيام لو اي درت له لي ميني بيزا و لي باقات اللي كنت شاركتهم معاكم و البوراك بالطبع وهذا الصلطة يعني بتزيين بسيط صلطة الارز هادو لي صندويتش كنت حضرتهم يعني سهلين ما فيهم والو نشاركهم معاكم ان شاء الله في ايام المقبيلة وتمر والزلبية طبعا اللي لا ما فرم منها الا اليها مستحين استغناء عليها في المائدة تعنا في رمضان زينة البيتزا تاعي غير شوية مايوناز و لي باقات كنت ترت لهم لاسوس ضفت لاسوس تعيز زيتون و هناك كان بعد الفطور و جات الصهرة و حطيت نكخان تاعي بعد ما خلتهم برد و مليح كيما تشوفوا طبقة مفاصيلة على بعضها ما شاء الله كل طبقة و حدها شكلها ما شاء الله و في الاخير نقول لكم تقبل الله صيامي و صيامكم و قيامي و قيامكم دمتم و فيات للقناة و الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله و وصفات اخرى احبكم في الله و صحة صحوركم